الآن قراءة في أبرز ما تناوله الإعلام الإسرائيلي حول الحرب على غزة مع الباحث في الشأن الإسرائيلي من حيفا وإلعواد فضل أهلا بك أستاذ محمد والمشاكين ثمانية قتلوا اليوم كما تعرفون من جنود الاحتلال وهذا يؤدي كثيرا في المجتمع الإسرائيلي يبدو بأن الفكرة كانت كوة كبيرة عسكر كبير قوة أو مدرعة النمر جاهزة جدا ومن الصعب أن يحدث هذا كل مرة يحدث يقومون بلجان تحقيق على وعسى أن لا يتكرر لا يتكرر هناك كاتب معروف في المجتمع الإسرائيلي اسمه أوري مزقاف كتب فيها آرتس تساءل قال أربعة جنود شباب قتلوا هذا الأسبوع في رفح طبعا هو بقول أربعة وبتألم قبل ما يعرف أنه فيه كمان تماني بيحكي على الأربعة اللي قتلوا قبل أربعة خمس أيام فهو بتحدث عن الأربعة الآن صاروا اتناش يعني بتكونوا ضربوا الرقم أو بتكونوا ضربوا المقال في ثلاث بقول انهار عليهم منزل مفخخ في رفح للأربعة بتعوني الثماني حاسب الإعلام للسليسة نشوف بقولوا بأنه طلعوا على إيش مفخخ وكانوا كلهم الأربعة يعني عمرهم 19 عام تكريبا وأصيب ست آخرين من أصدقائهم خمسة منهم إصاباتهم خطيرة يقول الكاتب لماذا بحق الجحيم كتلة وجرحة هؤلاء الشباب ما هو هدف الحرب أصلا يقول في قطاع غزة من هم هؤلاء القادة الذين يرسلون جنودا للتجول من بيت إلى بيت في مخيم لاجئين حتى يتم تفجيرهم أو إطلاق كذايف أربيجي عليهم ماذا يفترض أن يجدوا هناك يقول الكاتب كتائب حماس الأربعة الأبدية فوهة نفق سيتبع فوهة نفق آخر النصر المطلق أي حكومة تسمح لنفسها بالاستخفاف هكذا بحياة أبنائها في الصباح وفي المساء تذهب إلى الكنيسة لتصوت على إعفاء تجنيد الحارديم كأن دماء الحارديم أكثر إحمرارا يقول الكاتب الإجابة لدى يحيى السنوار في مراسلته العديدة قسم الإعلام الأجنب نشرها مثل صحيفة والسريت ونكلها الإعلام العربي عفوا العبري بقول نحن نحب يعني السنوار بقول نحن نحب تكزيم العدو وقادته والاستهزاء بهم في نظر معظم الإسرائيليين السنوار ذو أذنين بارزتين هيك بحاولوا يصوروه ووصفوا المستوى السياسي بداية القتال بأنه بعيد عن الواقع يركض كفأر من جحر إلى جحر ونشر الجيش مقطع فيديو له وهو يسير في نفق حاملا أكياز تذكروا هذا المشهد اعتبروا إنجاز حينها تم إجراء يوم بحث أو يوم بث خاص حول الموضوع في الإعلام الإسرائيلي ما إعلاميين متحمسيين ومحللين ذو وجوه عابسة غاضبين يتوعدون يقول الكاتب حسنا لكن اتضح أن الشخص بعيد عن الواقع وحامل أكياز هذا بيديه يتمتع باستقبال خلوي جيد جدا ويجب علينا قراءة رسائله من الواضح حسب الكاتب يعني بقول السنوار مختل عقليا مصاب بجنون العظمة يقدس تقافة الاستشهاد غير مبالي بعشرات ألاف قتلى من أبناء شعبه بل يتبارك بهم يقول من الواضح أيضا بأنه في السبع من أكتوبر رأى نفسه صلاح الدين ولكن يقول أيضا انتبهوا ما كتبوا بقول إسرائيل موجودة بالضبط حيث أردناها يقول عن عملية تحرير الأربعة محتجزين الكاتب اللي كانت يقول في هذا الموضوع يقول هذه عملية جنونية مش كيف سنشوف الإعلام الإسرائيلي ما زال بيحتفيها لليوم يقول ها مش خطرها كان كبير جدا كان من الممكن أن تنتهي بسهولة بشكل سيء للغاية هو وأدى إلى مقتل أحد الجنود وأدى إلى مقتل 270 فلسطيني من الجو في مجزرة أخرى تثبت همجية إسرائيل يقول في المقال وكل هذا عندما كانت طفقة تبادل مطروحة على الطاولة قررت حكومة نتنياهو أن تأخذ هذه المغامرة إذن يقول حتى صفق التبادل هذا عفوا الإطلاق الصراح خلال العملية خلال صفق التبادل يقول هذا عمل جنوني وغير مسؤول كان يمكن أن ينتهي هكذا بطريقة مختلفة ويقول من يقتلون يقتلون ونحن لا نعرف لماذا يعني المجتمع الإسرائيلي لا يعرف لماذا يقتل أبناؤه لأن نتنياهو عمليا لم يضع خطة واضحة ما هو المطلوب في هذه الحرب الفيديو الأول كما قلت سنرى بعد قليل بأن أغلب البث في الإعلام الإسرائيلي اليوم كان مرة أخرى عن عملية إطلاق صراح أربعة محتجزين قبل أكثر من أسبوع ما زالوا يحتفون بالأمر كالأمس نفس الشي يحتفوا بالأمر مع أنه اليوم كتل تماني كما قلت وأول قبل أكم يوم كتل أربعة ولكن طبعا الإعلام الإسرائيلي واضح بأنه مجند لرفع معنويات المجتمع على ما يبدو والجيش تنتي على ذلك في الفيديو الثالث ولكن أغلب وقت النشرات أو ذكروا عفوا اليوم بأنه في تل السلطان كتل ثمان جنود ولكن لم يعطوا ذلك الكثير من الوقت ولا الكثير من التفاصيل لربما لأنه أسماء الجنود لم يسمحوا إلا بنشر رؤسهم شخص واحد فقط تساءلوا لماذا للمرة الثالثة آلت النمر اللي كلفت حوالي ربع مليون دولار للواحدة تنفجر ويقتل عدد من الجنود فيها الثالث مرة أول الحرب مدرعة النمر من المفروض بأنها جاهزة ضد التفجيرات وفيها تكنولوجيا وتحصينات ودروع كافية ثم تساءلوا السؤال الثاني المهم قالوا من الذي يفجر ألم ننهيك حماس ألم نتعب حماس في رفح من يحاربنا الجواب كان في الاستيديو من نير دفوري تبع كناة ماش بقول من يحاربون هي مجموعات وخلايا صغيرة طب هني كانوا بديقضوا على مجموعات حماس والألوية الأربع اللي بيحكوا عنهم عشان يجو يجو الأمن الآن في مجموعات صغيرة كمان فيش أمن كل الحديث اللي كان قبل ما يفوتوا على رفح بالمناسبة نفس المحلل هذا محلل آخرين بأنه سندخل على رفح لكي نقضي على أربعة ألوية لحماس وهي الدرع الأخير لحماس هذا الحديث لا نسمع الآن دخلوا لم يجدوا ألوية بالمعنى الذي تم الحديث عنه كل الوقت يقولون الآن هناك تكنولوجيا لحل مشكلة تفجير آليات النمل ولكن يحتاجون لبعض الوقت لاستخدامها لنفرد تمام لنفرد صحيح على سيرة التكنولوجيا هل تعرفون ماذا تذكرت؟ تحدثوا كثيرا عن تكنولوجيا مضخات خاصة اختراع عبقري إغراق الأنفاق بمياه البحر تذكرون هذا الكلام وكتير نشرات تحدثوا عنه ثم قالوا بعد فترة الآن جبنا المضخات الأفضل الآن ستترتب الأمور هذا الإعلام ما عاد يذكروا أيضا في الإعلام لم يكنوا أيضا بشكل واضح بأنه قد فشل بالنسبة للثمانية الذين قتلوا اليوم نتنياهو خرج في فيديو نعى الجنود الثمانية وبدل لاحظوا بدل أن يكون نتنياهو اليوم بأن سياسته تتؤدي أو أدى إلى ما آلت إليه الأوضاع الآن من كوارث على شعبه ألا فلتونا شعب الفلسطيني نركز على شعبه وقف واستنتج العكس قال عندما يكون الثمن غالي إلى هذه الدرجة يجب أن نتذكر لماذا نحن نحارب يعني حاول يكون يجب أن نستمر أكثر مش كيف يقول كل محلين كما قلنا على الأقل في المقدمة إنه شو هذا الكلام يقول نحن نحارب من أجل أمتنا وإعادة أبنائنا المختطفين حسب وصفه وأخذ وأخذ يذكر بما كان في السابع من أكتوبر يعني يريد أن يبرر لمجتمعه أن يجمع حول رأيه وقال لا تؤطوا أحدا أن ينسيكم أننا نحارب من أجل أهدافنا ومن أجل أهداف أمتنا واضح نتنياهو قلق جدا بأنه دول الثمانية ستأتي المعارضة ومن يعارضه لكي يقولوا بأنه كل هؤلاء القتلى بسببه وبسبب سياسته ولأنه لا يرى اليوم التالي للحرب لذلك جاء اليوم في هذا الفيديو على مبدو لكي يتلف هذه النظرية ما استطاع الفيديو الثاني من نرى الآن هو الصحفي الصحفي الكبير وهذا حيمو من كناة 12 ماذا قال؟ قال أمر يفقد الإنسان صواب الصراحة بعد 255 يوم من الحرب تقريبا وأخيرا بعد ما أخرجوا الناس من الرفع حجروهم مجازر مريعة تدمي القلب مآسي على مستوى التاريخ قال يبدو أننا لن نحصل لن نحصل على ما توقعنا في رفع يجب أن نعيد التفكير في الموضوع هكذا ببساطة ببساطة والله أبس بقول بعد ما فعلنا يبدو أننا لن نصل إلى ما خططنا إليه في رفع حساباتنا لم تكن في مكانها يقول فكير لا جيد الآن هذا الاستنتاج يدعي المحلل بقول قبل أشهر في خان يونس كانت حماس على شفاء أن تقع بقرأش ليك بفكر ولكنك بقول ما فسر لي يعني يقول ولكن الآن حسب المعلومات التي لديه وعرايه بيتصل مع جهات من غزة وعنده معلومات بقول في دير البلح وفي نقاط محددة وسط قطاع غزة عادت حماس للعمل حتى القوى الأمنية مش بس مساعدات حتى القوى الأمنية حتى المباحثات العامة حتى المخابرات عادت لتعمل في الكثير من الأماكن بقول أما رفح فلن يتغير الحال كما توقعنا سابقا يقول علينا على ما يبدو أن نفكر بموضوع غزة كل ياته من جديد والله على القليل كونه متأسف بلاش تقول للشعب الفلسطين متأسف تتأسفتين فعني كونه للي أقنعتوهم من شعبكم كمحللين بينهم ندخل رفح فننجز وننجز ونحصل على أمنة كونه لشعب كله أقنعتو بهذا الكلام متأسف والتحليلات بعد 255 يوم لن نحصل على ما توقعناه في رفح بعد كل اللي صار ويجب أن نفكر في كل موضوع غزي الفيديو الثالث إذن كما قلت إسرائيل فترة الحرب تريد رفع مانويات جيشها رفع مانويات الجمهور أيضا الإعلام يتولى هذه المهمة فيعرض التقارير التي نراها الآن على الشاشة العملية يصفونها بالمعقدة إطلاق صراح المحتجزين ويقولون أنه تدخلت فيها مجموعة من المستعربين ودخلوا حي انصيرات وأنهم ادعوا أمام الناس أنهم مهج نازحين أتوا من رفع ودخلوا واستأجروا بيت في حي انصيرات دخلوا بين الناس عرفوا أين الأسيرة الأولى في البيت الأول أين الثلاثة الثانيين في البيت الثاني وقاموا بالعملية طبعا دون أن يذكر الصعفين أي من تعني بالضمير مثلا أو التفكير بأنه استشهد على الهامش على الهامش العملية الدقيقة المعقدة حسب بصفهم أكثر من 270 فلسطين مقابلات أمس كانت مع فرقة اللي أنقذت الثلاثة اليوم المقابلات مع الفريق اللي أنقذ المحتجزي اللي ضلط اللي كان في البيت لحالها و طبعا المقابلات مع المهن الملثمين وإنشاء قصص بطولات كبيرة وتفاصيل وتفاصيل التفاصيل وأيام الاستعداد وكيف عرفوا والمخاطرة وكيف فقدوا هذا أحد أصدقائهم وكل هذا الكلام نقطة ملفتة قبل يومين قالوا بأنه وصلتهم معلومة استخباراتية قبل شهر من العملية اليوم أوضحوا جزء من هذه المعلومات كانت من طائرة تجسس أمريكية وأخرى من طائرة أوروبية يعني واضح نحن مش بس إسرائيل كان في العملية دول أخرى منها أمريكا عملت على الموضوع الفيديو الرابع قبل الأخير اليوم كانت 12 عفواً 11 الرسمية كانت 11 قالت تفاصيل جديدة عن ما كان في السابع من أكتوبر بقولوا بأنه كل الوقت إسرائيل اعتقدت أو حسبت بأنه من دخلوا من قوات النخبة هنا ثلاث تلاف شخص مش من كل كل اللي دخلوا مع بعض نخبة وغير نخبة ثلاث تلاف شخص ولكن أنا يقول لا الموضوعات الجديدة بتقول كانوا أربع علم أربع علم أمر آخر كل الوقت اعتقدوا بأنه كان هناك هجمة واحدة كبيرة على مرة واحدة دفعة الآن يقولوا لا ثلاث دفعة واحدة عند السادسة والنصف صباحا واحدة بين الثامنة والتاسعة وواحدة عند العاشرة يعني الفرق كانت مكسمة على ثلاث مجموعات بيحكوا عن أربع تلاف بقولوا كل حدفات حتى لو شاف الحدود فتحت وفاتك مش تابع لحماس اعتبروا مخرب وعدوا من الأربع تلاف في غلاف غزة قالوا في ذلك اليوم كان في أربعين نقطة مواجهة أكثر شيء تساءلوا عنه اليوم قالوا حسبوا حسبوا كم شخص حفظ السر ليلتها كم شخص عرف ولم يكن لإسرائيل حسبوا حوالي خمستاشر ألف شخص في غزة عرفوا بالعملية أربعة تلاف اللي دخلوا مجموعات مساندة قيادات مجموعات كانت تنتظر طواقم أهالي الأربع ألاف هدول بقولوا حوالي خمستاشر ألف ولم تصل ولا معلومة واحدة لإسرائيل ولم يتصل ولا شخص شخص من الخمستاشر ألف من غزة كمخبر لإسرائيل ويقول هناك عملية اليوم قالوا إما فعلا لم يتصل واختراقنا قريبا السفر أو بإنه اتصل من اتصل ولكن لم يأخذ الموضوع بجدية شو رايكو أنو هاي ولاي الفيديو الخامس والأخير مستمرة المظاهرات في تل أبيب لإطلاق صراح المئة وعشرين محتجز الباقين طبعا هناك قناة عن كل أهالي المحتجزين بإنه لن يتم إطلاق صراح أبنائهم بعملية كالتي يتحدثون عنها وتغريدة نيتانياهو كانت في تلك الليلة قبل أسبوع يوم السبت أكثر من أسبوع بأنه سنعيدهم جميعا الجميع يعرف الأهالي يعرفون غير منطقي بأن يعودوا جميعهم بهذه العمليات أصلا بعد ثمان أشهر أتت هذه العملية لذلك ما زالت ضغط مستمر المميز هذه المرة بأنه قسم من اللي تم إطلاق من الأربعة دعوا للمظاهرة اليوم ما تواجدوا بقولوا بدي ارتاحوا شوي ولكن واضح بأنه موقفهم مع أهالي المحتجزين بأنه يجب الضغط على حكومة نيتانياهو لكي يتم إطلاق طراح المحتجزين أخيراً تحدثوا أقل اليوم عن الجبهة مع حزب الله أقل حرارة كانت اليوم ولكن طبعاً الجبهة ما جالت مشتعلة وننتظر ما الذي سيحدث لاحقاً رغم كل شيء رغم كل الأس الذي نرى كل عام وأنتم بألف خير كل عام وغزة بألف خير كل عام وحكمة الدماء هناك وكل عام وانتصرت الإنسانية في المنطقة كلها نراكم على خير